وسط قضايا متشابكة وملفات معقدة تلتقي فيها مصالح الطرفين أحيانا وتتعارض أحيانا أخرى تأتي قمة الأربعاء في مدينة سوتشي الروسية بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين غير أن القمة التركية الروسية هذه المرة تأتي في ظل تصعيد عسكري تشهده محافظة إدلب السورية على الرغم من شمولها باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم في وقت سابق برعاية تركية الروسية إذ كثفت قوات النظام السوري تساندها قوات روسية من هجماتها على مناطق متفرقة من المحافظة ما خلف عشرات القتلى والجرحى من مسلح المعارضة السورية المدعومة من تركيا وكذلك بين صفوف المدنيين من بينهم نساء وأطفال الرئيس التركي شدد خلال لقائه بنظيره الروسي على أن السلام في سوريا مرتبط بشكل مباشر بالعلاقات بين أنقرة وموسكو ملمحا بذلك إلى ضرورة الخروج من القمة بنتائج إيجابية تنعكس على الأرض في إدلب وفي سوريا بصورة عامة في حين قال بوتين إن موسكو وأنقرة يتعاونان بشكل ناجح مشيرا إلى أن تطور العلاقات مع تركيا يؤكد أهمية إيجاد حلول وسط لكل القضايا العالقة وبالنظر إلى واقع أن قمم الرئيسين بوتين وأردوغان أثمرت في الكثير من الأحيان تفاهمات أسهمت بإنهاء التوترات بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة وبين الميليشيات الكردية والجيش الوطني السوري المدعوم تركيا فمن المنتظر بحسب مراقبين أن تنعكس نتائج القمة تهدئة على الأرض في إدلب لسيما أن أردوغان شدد مؤخرا خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن بلاده لم تعد تحتمل موجة أخرى من اللاجئين ما يعني ضرورة تحقيق الهدوء في الشمال السوري